حذر وزير الخارجية سمح شكري من العواقب الإنسانية والأمنية لممارسة إسرائيل للعقاب الجماعية ضد سكان غزة وخلال لقائه وزيرة خارجية بلجيكا حاجة الحبيب التي تزور مصر حاليا رحب شكري بدعم بلجيكا للقرار العربي بالجمعية العامة للأمم المتحدة مشددا على ضرورة بدل جهود دولية منسقة والبناء على مباحثات القادة ومسؤول الحكومات خلال قمة القاهرة للسلامة من خلال هذه المباحثات ومن أجل وقف الحرب الدائرة في غزة وتوفير الحماية لازمة للمدنيين وهو ما أيضته وزيرة خارجية بلجيكا باعتباره أولوية ملحة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع كما أكد شكري رفض مصر القاطع لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التصعيدية أو لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة